الكتاب وفي الوقع مجموعة من المقالات تم نشرها في فترات سابقة ما بين 2011 و2018 في مجموعة من الصحف الدولية مثل بايس في إسبانيا أو مجلات من حجم إستويست هنا في إيطاليا وهي مجلة مختصة بجيو بوليتيك كل هذه المقالات كانت تمر عبر إطارين لنقول هناك جزء يتحدث عن العلاقات الحوار بين الثقافات بين الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية بشكل عام والثقافة المسيحية وهناك كذلك بعد التحليل أو التحليلات التي وضعتها حول الأوضاع في العالم العربي ومحاولة شرح بعض الأمور التي ربما يصعسي فهمها على المترقي الإيطالي هذه المقالات قررت جامعة باري هنا في إيطاليا أن يتم تجمعها في كتاب في كتاب صغير في الواقع ومحاولة استقراءه من جديد لأن مقالات بعدها كانت تقريبا قديمة ولكن في نفس الوقت تم اعتباره أنه لازل حديثا نظرا لأن الواقع يزيد استفحالا وضعية الإسلام في أوروبا هي وضعية جد سلبية الآن ووضعية المسلمين بشكل خاص الإسلام صورة هي صورة رديئة جدا وهذا الكتاب ليس يحاول أن يغير هذا التصور لأن هناك بعض الأمور يتؤكد أن هناك عنف داخل بعض المجتمعات هناك حروب هناك نزاعات ولكن الغاية هو أن نشرح أن النزاعات والحروب هي دائما وليدة مصالح وليست وليدة ديانات يعني ديانات في شكل عام تدعو لنفس الأمور تدعو للسلم تدعو للمحبة ولكن كل ما في الأمر هو أن في بعض الأحيان يتم الخلط بين المصالح ومحاولة تقديم هذه المصالح التي هي الغاية الأساسية للحروب على أساس أنها تستجيب لخطاب ديني هذا هو محاولة القيمة في هذا الكتاب لا تنساش تابنى فلاشين وتأكتب الجرس لكي يوصلك جديد الفيديوهات من هذه المصالح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر